اهلا بحضراتكم من جديد نجوم الكرة السابقين ممكن جدا يتكلموا كويس اوي في فنيات الكرة وتحليلاتها بعضهم طبعا لكن في البعض منهم مش الكل البعض منهم يتحدث فقط بغرض الاساء للنادي الهل بغرض مش جاه والمطلوب منه فقط والله ما فيه مبرر واحد انه يستضاف غير انه جايبين وعارفين انه هو حيخبط في الاهل حييهجس ضد النادي الهل هيقول كلام موسيق ضد النادي الهل هيعمل لهم نسب مشاهدات عالية وبئصر بضاعة وبئصر بضاعة بجد ده كلام يجب ان احنا نتخلص منه لانه فعلا الانجاز اللي النادي الاهل عمله انجاز شفته الفيفا بيتكلم عنه ازاي لا كمان صحيفة از الاسبانية تقرير لها الاهل الاكثر نجاحا على ضفاف النيل وقد يكون التحدي الاخير لريال مدريد في عشرين اربعة وعشرين بصوا از الاسبانية حاجة نتكلم على الرصانة والقيمة بصوا نظرتها للنادي الاهلي بطل مصر وازاي ده ممكن تبقى دعاية رائعة جدا للكرة المصرية والقيمة مصر وقد يكون لانه بيرشحك لانه انك تكسب باتشوكة وصفت الصحيفة المدريدية الاهلي بانه الفريق الاكثر نجاحا على الضفاف النيل المتوج بلقب دوري ابطال افريقيا وتأهل الى نصف نهائي كأس الانتركنتيننتل بعد اقصاء العين انجاز الاهلي ضد العين الاماراتي وجه بسبب الاساس حتم زكريا النقد الرياضي الكبير مدير تحرير الاخبار تحية تقدير واعزاز للاهلي بطل نصف الكلة الارضية وده اللي وصفه الكاتب الصحف الكبير الستاذ محمد حسن البنة رئيس تحرير الاخبار السابق انه الاهلي الشر في مصر وقال لك لم يكن الاهلي فقط هو الرائع بل الاروع منه جمهوره والاكثر رائع التنظيم المثالي للبطولة